هنحل مع بعض اختبار رقم 8 من كتاب الامتحان السؤال الاول ترجع قدرة الشمع المغطي لاوراق النباتات على تقليل فقد الماء الى انه طيب احنا قلنا طبقة الشمع اللي هي الشموع احنا كنا مقسمين اللي بداية البسيطة الى زيوت ودهون وشموع كنا قالين ان الزيوت اللي موجودة في صورة سائلة عبارة عن ايه احمد ضهنية غير مشبعة زائد جلسرول طيب والدهون دي كانت موجودة في حالة صلبة مكونة من احمد ضهنية مشبعة زائد الجلسرول وقلنا مشبعة يعني بتحتوي على عدد اكبر من زرات الهايدروجين نتيجة لتحول ايه الروابط السنائية الى روابط احدية طيب تالت حاجة كانت الشموع وبرضو كانت موجودة في الصورة الصلبة تكون من ايه احمد ضهنية زي توازن جزئي عالي مع قحل احادي الهايدروكسيل وبالتالي قلنا ان الشموع بتحتوي على حمد ضهني واحد طيب كنا قايلين ان الاحمد الضهنية وظيفتها ايه الاحمد الضهنية دي كانت عبارة عن عازل حراري قلنا عازل حراري زي اللي موجودة في الدهون في مثلا الحيوانات اللي بتبقى موجودة في المناطق الكطبية زي الدب الكطبي كمان كانت بتعمل كغطاء وقائي زي اللي موجود في النباتات الصحراوية لتقليل عملية النتح اذا الاحمد الضهنية هي اللي ليها وظيفة في انها تعزل الايه؟ تعزل المية او انها تقلل المية وما تخرجش برا النبات تحافظ على المية يعني لان الاحمد الضهنية زي ما احنا عارفين ما بتدبش في المية لكن الكحولات الاحدية الهيدروكسيل اه دي حاجة بتميز الشموع لكن مش هي دي اللي بتقلل النتح مش هي دي اللي بتفصل المية او ما بتدبش في المية الكحولات بتدوب في المية لكن تقليل فقد الماء دي كان من وظيف الاحمد الضهنية او اللي بيدات تمام؟ يبقى اجابة السؤال بيحتوي على احمد دهنية السؤال الثاني تفقد الخلية النباتية قدرتها على الانكوسيم في حالة غياب طيب كنا قايلين المسؤول عن الانكوسيم في الخلية النباتية كان ايه؟ كان بعض جينات السيتوبلازم يبقى الخلية النباتية مش هتنقسم اذا فيه غياب لبعض جينات السيتوبلازم اجابة دال السؤال الثالث اي من الخطوط الموضحة بالشكل البياني المقابل يعبر عن تفاعل انزيمي يتم داخل المعدة نركز او في الانزيمات المكان اللي بيحصل فيه التفاعل الانزيم ممكن يجيب لك درجة البي اتش اللي بيشتغل فيها ويتجيب لك الدرجة الحرارة فانت تعرف الانزيمات اللي احنا اخدنا احنا اخدنا انزيم الاميلاز وأخذنا إنزيم البيبسين وأخذنا إنزيم التريبسين أنت دول لازم تكون حافظهم بدرجة البي اتش ودرجة حرارة جسم الإنسان اللي هي 37 وبيحصل فين التفاعل سواء في الفم أو المعدة أو الأمعان بقية الإنزيمات اللي هيجيبها لك في الأسئلة هو هيبقى يديك معلومات عنها لكن التلات إنزيمات الأوميليز والتريبسين والبيبسين لازم أنت تكون عارف المعلومات الكافية عنها هنا بيقول إنزيم داخل المعدة الإنزيم اللي إحنا أخذناه داخل المعدة ده كان إنزيم البيبسين اللي كان بيشتغل من 1.5 ل2.5 بي اتش وطبعاً درجة الحرارة 37 هنا بيقول إيه اللي يحصل إذا نخفض تركيز البي اتش للمعدة من قيمة 4 للقيمة 2 عند الزمن تي طيب إحنا أصلاً قلنا إن الإنزيم البيبسين اللي في المعدة ده بيشتغل عند من 1.5 ل2.5 إذن هو لما يقل من 4 ل2 إتنين ده هيكون بيشتغل بكفاءة أعلى أو درجة بي اتش مسلة إذن إيه اللي هيحصل عندنا سرعة التفاعل هتزيد نشاط الإنزيم هيزيد يبقى هنختار W اللي هو أكتر سرعة تفاعل السؤال الرابع أي الخلايا التالية تستطيع إنتاج أكبر قمية من إنزيم اللي فيز إنزيم اللي فيز ده عبارة عن إيه؟ إحنا قلنا الإنزيمات دي بروتينات طيب مين اللي بينتج البروتينات؟ البروتينات بتنتج من الريبوسومات اللي بتبقى موجودة على الشبكة الإندبلازمية الخشنة إذن هنختار من الرسومات اللي عندنا حتى لو ما انتش عارفها هنختار أكتر كمية للريبوسومات اللي موجودة على الشبكة الإندبلازمية الخشنة يبقى ألف أكتر ريبوسومات والريبوسومات دي بتبقى عبارة عن نقط على الشبكة الإندبلازمية الخشنة السؤال الخامس الشكل المقابل يوضح نيوكليتيدة أحد الأحماض النووي الصيغة الكيميائية للتركيب S هو تم دينا هنا قدي نيوكليتيدة وإحنا قلنا نيوكليتيدة مكونة من سكر خماسي ريبوز يأما منقوص الأكسوجين لو كان في DNA أو سكر خماسي في حالة سكر خماسي ريبوز اللي هو البنتوز العادي في حالة RNA بيبقى متصل بمجموعة فوسفات ومتصل ب قاعدة نيتروجينية ومن خلال القاعدة النيتروجينية هنقدر نعرف الحمض النووي اللي عندنا ده إذا كان حمض نووي ديوكسي ريبوز DNA أو حمض نووي ريبوز RNA طيب هنا مدينا القاعدة النيتروجينية ثايمين طيب ثايمين إذن ده DNA لو كان يو كنا هنقول يورسيل RNA لكن هنا ثايمين DNA هنقولنا دي DNA حمض نووي ديوكسي ريبوز يعني منقوس الأكسوجين طيب السكر الخماسي منقوس الأكسوجين يبقى سي خمسة اتش عشرة وأربعة ناقص منه أكسوجين إجابة به السؤال السادس الشكلين المقابلين يوضحان أحد المبادئ التي اعتمدت عليها نظرية الخلوية من العالم الذي وضع هذا المبدأ مديني هنا خلية نباتية طيب إحنا كنا قالين إن العالم شلايدن هو أول واحد قال إن النباتات بتتكون من خلايا السابع الشكل التالي يوضح انسيها بالدم خلال شريان الماء ومديني أصاد ومديني أسين طيب إحنا عندنا شريان الماء يعني الأوعية الدموية عامة بتبقى فيها أكتر من نسيج يعني بيبقى فيه بطانة وبيبقى فيه جدور بطانة ده اللي بيبقى النسيج الطلاقي اللي موجود فيه في بطانة الشعيرات الدموية والجدور بتاع الأوعيات الدموية ده اللي بيبقى فيه العضلات الملساء طيب بالنسبة بقى اللي جوه الوعي اللي هو مين الدم اللي هو النسيج الدم الوعي ده بيكون من إيه؟ بيكون من الخلايا خلايا الدم الحبراء وخلايا الدم البيضاء الصفائح البلازمة يعني نسيج ده اللي هو الدم الوعي بيكون من خلية. اذا صاد اللي مشاور عليها ده يعني ده خلية من الدم. خلية من الدم. وسين ده مشاور على الايه الجدار والبطانة والوعاء الدموي نفسه. تمام? اذا سين ده نسيج مركب مكون من اكتر من نوع من الانسجة. وصاد دي اللي هي الخلية. يبقى اللي جيبه جيبه. السؤال الثامن. اي من العبارات التالية صحيحة بالنسبة للدهون غير مشبعة? دهون غير مشبعة اللي هي الزيوت. كنا قلنا قبل كده ان الزيوت بتبقى موجودة اكتر في النباتات. لكن الدهون المشبعة موجودة اكتر فين? في الحيوانات من النباتات. يبقى الاجابة به ان الزيوت اكتر شيوعا في النباتات عن الحيوانات. السؤال التاسع. الشكل المقابل يوضح بعض الخلايا التي قد وجدت فيه. مديني هنا صف من الخلايا المكعبية الشكل يبقى ده عبارة عن نسيج مكعبي بسيط موجود فين؟ موجود في بطانة قنيببات الكولية. السؤال العاشر ما الخطوة التالية للعملية الموضحة بالأشكال التالية؟ مديني أول حاجة نبص الأسهم رايحة فين؟ مديني كرات دم بيضاء ومديني خلايا بكترية. إيه اللي حصل بعد كده؟ بيبتدي الغشاء يدخل لجوه والخلايا البكترية تدخل لجوه خلاص؟ وبعد كده مديني أن كرات الدم البيضاء دي ابتلعت الخلايا البكترية يبقى إيه اللي حصل عندنا هنا؟是 لدينا كرات الدم البيضاء بيبقى داخلها اللايسوسومات. طيب والليسوسومات أو الحويصالات الإفرازية دي بتعمل إيه؟؟ أو الحاجة بيحصل إدخال خلوي للخلية البكترية اللي عندنا بعد كده الخلية البكترية دي بتحاط بالحويصالة الهضمية. يبتدي يجي بقى هنا دور اللايسوسوم. اللي يحصل? اللايسوسوم هنا يبتدي يندمج مع الحويصلة دي. ويبتدي يطلع الانزيمات الهاضمة لجواه ويحلل الخلية البكترية دي. واخر مرحلة خالص يبتدي يعمل لها اخراج خلوي. يبقى هنا دخل عندنا دخل الخلية البكترية ادخل خلوي وابتدى يندمج مع الحويصلة اللي فيها الخلية البكتيرية يبقى الإجابة جيم اندمج الليسوسوم اللي عندنا بالحويصلة المحتوية على البكتيرية أسئلة المقال السكريات الأحدية لها نفس الوزن الجزئي ما مدى صحة العبارة مع التفسير طبعا العبارة دي خاطئة ليه؟ إحنا آه عندنا السكريات الأحدية ذات وزن جزئي صغير لكن مختلف بيختلفوا عن بعضهم ليه؟ لأنه عندنا السكريات الأحدية بيتراوح عدد زرات الكربون من 3 ل 7 يعني عندنا ممكن نلاقي C3H6 أو 3 C4H8 أو 4 C5H10 أو 5 C6H12 أو 6 وهكذا تمام؟ فبيختلفوا في الوزن الجزئي السؤال 12 ما العلاقة بين تكوين الكربوهايدرات والبلاستيدات داخل الخلية النباتية؟ حلو السؤال ده بيكرر كتير جدا يعني العلاقة ما بين عملية البناء الضوئي وعملية التنفس الخلوي أو أكسات الجلوكوز أو عملية الهد أو العلاقة بين عمليات البناء وعمليات الهد ممكن يجي بكل سؤال أو دور الميتوكندرية ودور البلاستيدات تمام؟ إيه العلاقة بقى؟ إن انت عندك البلاستيدات الخضراء دي إيه اللي بيحصل فيها؟ قلنا البلاستيدات الخضراء بتحتوي على الكلوروفل الكلوروفل دره إيه؟ اللي هو بياخد الطاقة الضوئية من الشمس ويحولها الطاقة كيميائية ويكون غذاء النبات اللي هو إيه؟ الجلوكوز طيب بعد كده إيه اللي بيحصل؟ الجلوكوز ده بيحصل له عملية أكسادة وداخل الميتوكندرية وبعد كده بيخرج من خلال عملية الأكسادة دي الطاقة تمام؟ الزيادة من الجلوكوز بيتخزن على هيئة نشا فين؟ في البلاستيدات البيضاء إيه بقى دي العلاقة ما بين الكربوهيدرات والبلاستيدات الجلوكوز والنشا دول صورة من صورة الكربوهيدرات وعندك البلاستيدات الخضراء بتعمل عملية البناء الضوئي اللي هي بتكون الجلوكوز والنشا بيتخون في البلاستيدات البيضاء تتشابه بعض أنواع الأنسجة النباتية فيما بينها في الوظيفة فأسر ذلك الأنسجة النباتية قلنا فيه أنسجة بسيطة وأنسجة مركبة قلناها الأنسجة البسيطة دي اللي هي نسج البرانشيمي والنسج الكولانشيمي والنسج الاسكلارانشيمي والأنسجة المركبة قلنا فيه نسج الخشب ونسج اللحاء الأنسجة اللي بتتشابه في الوظيفة عندنا فيه نسج الاسكلارانشيمي ده اللي هو بيبقى مدعم بسيليز والليجنين ووظفته التدعيم ونسج الخشب اللي هو النسج المركب ده برضو بيبقى مغلص بالليجنين ووظفته برضو التدعيم السؤال 14 مع عدد الأنيببات الدقيقة التي يتكون منها الجسم المركزي في 3 خلايا عصبية في الإنسان ركز في السؤال خلايا عصبية هل إحنا عندنا في الخلايا العصبية جسم مركزي سنتروسوم؟ لا ما عندناش إحنا قيلين الجسم المركزي بيبقى موجود في الخلايا الحيوانية ما عدا الخلايا العصبية إذن هنا إحنا ما عندناش أصلا جسم مركزي سنتروسوم يبقى الإجابة صفر ما فيش أنيببات لأن ما فيش جسم مركزي في الخلايا العصبية السؤال 15 الأشكال التالية توضح بعض عمليات الهرب ومدينا 1 2 3 4 درجات بي اتش ودرجات حرارة ومدينا في كل أنبوبة نشا بيسأل أي من عمليات الهضم السابقة تعمل بشكل أفضل عند إضافة إنزيم الأميليز لكل منه ولماذا؟ طيب زي ما احنا قلنا من شوية إنزيم الأميليز إنزيم البيبسين إنزيم التريبسين لازم تكون حافظ البي اتش بتاعت كل واحدة ودرجة الحرارة اللي هي 37 وبيعمل إيه؟ عندك إنزيم الأميليز بيهضم النشا في الفم اللي تحول لسكر سناي ملتوز بيعمل في وسط قلوي ضعيف 7.5 عند درجة حرارة 37 تمام؟ إنزيم البيبسين ده بيعمل في وسط حمدي من 1.5 ل2.5 بيهضم البروتين في المعدة التريبسين من 7.5 لـ 8 بيهضم البروتين في الأمعاء والثلاثة بيشتغلوا في درجة حرارة 37 لأنهم جوا جسم الإنسان تمام؟ طيب هنا بقى بيقول إنزيم الأميليز يبقى إنزيم الأميليز هم أختار إيه؟ أول واحد ليه؟ لأن درجة البي اتش 7.5 ودرجة الحرارة 37 وهو بيهضم النشا يحوله لسكر سنائي ملتوز وإحنا عارفين السكر سنائي ملتوز من السكريات البسيطة اللي تعمها حلوة يعني ممكن يجي يقولك في السؤال لما بتيجي تهدم النشا بعد شوية بتحس إن الفم فيه طعم حلو ده ليه؟ لأن النشا تهضم في الفم يتحول للملتوز اللي طعمه لطعم حلو يبقى إنزيم الأميليز لما يجي يقول لماذا؟ هنقول إنزيم الأميليز بيهضم النشا في الفم إلى سكر سنائي ملتوز واللي بيعمل في كفاءة في درجة حرارة مصلة 37 وبي اتش موسلة لسبعة ونص بشكل بياني المقابل يوضح أحد العمليات الحيوية التي تحدث في أحد أجزاء الخلية ادرسه ثم حدد ما هو العضاي المسؤول عن حدوث هذه العملية الحيوية؟ مدينا في الرسم البياني المادة والزمن المادة لو بالخط الأزرق الجلوكوز يبقى كانت في الأول كتير وبعد شوية بقت قليلة يعني تحولت لحاجة تانية والجليكوجين في الأول كان قليل وبعد كده تحول كتير يعني كان الجلوكوز يتحول معنى صح لجليكوجين طيب مين عندنا العضاي المسؤول عن الموضوع ده؟ الشبكة الاندوبلازمية الملساء بتعمل إي بيتم فيها تحويل الجلوكوز لجليكوجين السؤال 17 الشكلين التاليين يوضحون نسيجين في جسم الإنسان ادرسوا ثم أجب النسيجي الأولاني عندنا هنا ده اللي هو إيه؟ ده اللي هي العضلات الإراضية المخططة اللي هو الهايكلية والنسيجي رقم 2 ده فيه هنا أقراص بينية إذن ده عضلات الإراضية مخططة اللي هو القلبية أكتب مثال واحد لأماكن تواجد كل نسيج الأولاني اللي هو النسيج العضل الهايكلي ده موجود في اليدين وفي رجلين العضلات القلبية موجودة فقط في جدار القلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر